وأيضاً تحديات ديموجرافية تتمثل في الزيادة السكانية وزيادة متطلبات الرعاية الصحية وسأتوقف عند الزيادة السكانية لما لها من مدلول ضخط في هذا المجال والتحدي أعتبره هو التحدي الأعظم بالنسبة لمصر فيه ليس فقط في قطاع الصحة ولكن في قطاع الاقتصاد والتنمية بشكل عام فإذا تكلمنا على الزيادة السكانية على سبيل المثال نتصور أن 1 يونيو الماضي منذ أيام قليلة ماضية وصل التعداد السكاني طبقاً لجهاز المركزية التعبية والعامة والإحصاء إلى 105 مليون نزمة المثال بسيط على رقم بسيط نحفظه كلنا مصر كل 24 ساعة بيتولد فيها 5683 طفل جديد إذن إحنا بنتكلم على مولود كل 15 سنية وأربعة مولود كل دقيقة هذا تحدي ضخم ليه؟ إذا أخذنا بلغة الأرقام لو أعتبرنا أن كل يوم و7 من 10 من اليوم الثاني يعني أقل من يومين يعني في حدود 40 ساعة في أقل من 40 ساعة بيتولد 10 ألف طفل جديد أنا هتركز على العشر تلاف طفل دول بيكلفوا الدولة المصرية قد إيه؟ يومياً أنا مش بتكلم على سنوياً يومياً أنا محتاج 9 أسرة بالنظم العالمية يعني ثوالي 58 مليون جنيه محتاج تواقم طبية محتاج وحدات رعاية صحية بـ 27 مليون جنيه محتاج فصول دراسية عشان تستوعب العشر تلاف طفل اللي هما اتولدوا في خلال 40 ساعة بـ 87 مليون جنيه محتاج تطعيمات لدول بس 6 و 18 مليون جنيه سنوياً التطعيمات بتكلف الدولة المصرية 2.7 مليار جنيه سنوياً أنا بحاول في خلال كلامي أقول هل الصحة أرجع للسؤال الأول هل الصحة كانت من ضمن الأولويات الضخمة للدولة المصرية منذ 2014 إلى النهاردة ولا كان فيه مشاريع تانية كانت وقد حظ أكتر وده اللي احنا هنشوفه من خلال الأرقام محتاجين فصول في مدارس محتاجين فصول في الجامعات يبقى إذن احنا بنتكلم على كم من المليارات التي يجب أن تتوفر على مدار اليوم الواحد إذا بس اعتبرنا التعامل مع زيادة السكانية اليومية لكن ليس كل الأطفال بيتولدوا أصحاء وتبقى للقيم العالمية والنسبة العالمية هناك بعض الأطفال الذين يحتاجوا إلى علاج أورام أو أمراض وراثية أو سوء تغذية وهذه تكلفة إضافية على القضية السكانية ترجمة نانسي قنقر